وأيضاً تبعتكم مشكلين هم تقولون أكو جهات بنتشرين كانوا يتقاضون تمويل وقلت لياهم وصفت لياهم أحزاب جاي تمولهم ليش تحترض؟ خلينا استشهد بالآية الكريمة اللي تقول بسم الله الرحمن الرحيم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العلي العظيم بصراحة سيد الكريم ما أعرف هذه الهرطقة الإعلامية اللي قاعد نتعرض لها من تغريدات وكلام اللي جاي يهدرون دمنا بيه بالشارع ويخونونه ويلومونه الفساد والقتل والدمار اللي معانينا بيه منذ 17 سنة وجاء نتهم حالياً مثل ما يتفضل الشيخ يقول مصطفى الكاظمي شباب تشرين وثورة تشرين جدت نصبته احنا أكثر من مرة وموجودة تقدر تتأكد بوسائل الإعلام ورفعنا صورة مصطفى الكاظمي عميل المخابرات الأمريكية مرفوض نص هاي الجملة تعلقت على المطعم التركي ومساحة تحقيق عزيزي مستشار الكاظمي كاظم السهلاني مستشارة لشؤون المظاهرات هو اللي دير الملف لا شيخنا اسمحني أنا رلطان شيخنا عن إذنك شيخنا عن إذنك أنا أنا أقاطع تأمناك شرية جنون شيخ أنا أقاطع تأمناك شرية جنون بس خنوطي وقت للطائم أنا أقاطع تأمناك شرية جنون شيخنا اسمحني منو أنا هدر دمك لا لا تغريدات من بوستات شيخنا اسمحني عن إذنك شيخ منو هدر دمك عزيزي شيخنا عن إذنك هاوب 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 منو هدر دمكم حسين بوستات منزعمات كتل وسياسيين وأحزاب جاي تخولنا جاي تخولنا بأبناء سفارة وجوكرات شيخ شف المطلق مو يمك شيخ بالمطلق تفضل حسين اسمحلي اسمحلي عن إذنك اي تفضل اه سيدي العزيز احنا اليوم اللي جاي المربي مع احترامي وجل احترامي للاخ اه صديقنا وعزيزنا حسين الشلخ ولا اي حزب حاليا جاي تشكل انا انقل كلام الشارع العراقي وثورة تشرين نحن نرفض نحن نرفض تلويث اسم تشرين بأي عملية سياسية وبأي انتخابات اخي العزيز اليوم اي شخص يريد يدخل للانتخابات اهلا وسهلا والله وياه واحنا نقول له روح فوت بس بشرط اللي يريده يدخل للانتخابات يجرد نفسه من كلمة ثائر وثورة ومن اسم تشرين ما مستعدين اللوث اليوم اسم تشرين بالعملية الانتخابية السياسية يعني الان الحركات حسين سريعا بس اطنياها خمس وعشرين اكتوبر امتداده ومرحله ووعيه متبث متبث هذنني غالبيتني يقول لك احنا رحنا ننظم نفسنا وين نروح انتوا جهنا ثورة ما انطونا مجال كتلونا سوونا خلو نروح بالله مثل ما اقللك ياها ادخل معترك الخنازير بس دول هم تشرينيين يا حوي احنا نباركوهم ويقولهم بدخل العملية الانتخابية بس رجاء نجرد نفسك من كلمة ثائر وكلمة تشرين ما مسموح نلوث اسم تشرين بالعملية السياسية والانتخابية الديمقراطية ما عدنا